قال وزير صحة جنوب أفريقيا زوليني مخيزين بلاده خططت لبدء تطعيم بلقاح أسترازينيكا لكن تم تعليق الخطة وأجرت حكومة جنوب أفريقيا تمادلات مع شركة أسترازينيكا بشأن ذلك كما قال مخيزينهم المتوقع أن يصل لقاحان جديدة انطورتهما دول أوروبية وأمريكية في الأسابيع المقبلة وبعد ذلك ستجري جنوب أفريقيا مفاوضات مع المزيد من مصنعي اللقاحات وأثارت فانشل تانز البريطانية أن دراسة أظهرت أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا قد قللت بشكل كبير من فعالية اللقاح وقال متحدث باسم شركة أسترازينيكا أنه نظرا لأن غالبية الأشخاص الذين شملتهم الدراسة هم من الشباب الأصحاء لا يمكن تأكيد تأثير اللقاح على الحالات الشديدة في هذه المرحلة مضيفا أن أسترازينيكا وجامعة أكسفورد برأت بتحسين اللقاح ليتمكن من التعامل مع الفيروس المتحور وسيتم تسريع التجارب السريرية بأجل توفير اللقاح في الخريف موسيقى موسيقى موسيقى